مرحبا متابعي قناة اشرح لي في فيديو جديد فاذا كنت تمتلك هاتف من انفينيكس او كذلك الريزمي وتريد ان تقوم بتحويله مثل سامسونج بعد ان تقوم بالدخول الى الشاشة الرئيسية تظهر لك التطبيقات الفوقية فكما تجد فيتظهر لنا عمودية سنقوم بتحويله بطريقة سهلة جدا ويمكن ان تقوم كذلك مرة اخرى بالتمر الى اليمين او اليصل من اجل تغيير التطبيقات او الشاشة الرئيسية الخاصة بالتطبيقات فهذه الطريقة سهلة جدا بدون اي برامج سنقوم بالدخ على الايقونة الرئيسية الخاصة بالشاشة الرئيسية سنقوم بالدغط على مطولا سوف تظن هذه الواجهة هنا في الاسفل الخلفية وكذلك التيمات وكذلك القائمة الرئيسية والعناصر الواجهة سندغط على القائمة من هنا بعدها سوف ندخل الى الواجهة الرئيسية من خلال هذه الواجهة سنقوم بالتعديل التطبيقات اما التكبير حجم التطبيقات او التصغير حجمها بالادفة الى كتابة على التطبيقات والتعديل الانوان كذلك سوف نأتي من اجل التعديل الذي سنبقى نقوم بالبحث عنه. سوف نأتي الى الاتجاهات التمرية. سندغط عليها من هنا. سوف تضع لنا الاتجاهات اما رأسي او افقي. سنختارها افقي لانها كانت عمودي. سندغط على افقي. بعدها سنقوم بالرزوع مرة اخرى الى الصفحة الرئيسية. ثم سنقوم بالتمريل الى الاعلى. كما تشاهدون لم تعد تظهر لنا افقي. عمودي عفوا. كما تشاهدون اصبحت افقي. كما تشاهدون اصبحت مثل سانسونج بطريقة سهلة وبدون اي برامج. فنرجو ان تشتركوا معنا في القناة.